بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم طبتم وطابة أوقاتكم نرحب بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب فرض الحركة وتشتت الانتباه نتحدث عن تعليمات أساسية عند التعامل مع ذوي فرض الحركة وتشتت الانتباه هنا لدينا الجزء الرابع في هذه الجلسة وهي الجلسة الأخيرة في هذه السلسلة والتي هي ربما تكون لنقل جميع الجلسات مهمة ولكن هي من أهم الجلسات لأنها تعطي انطباع وتصور عام لكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال تعميم على جميع السلوكيات التي تصدر منهم وكيفية التعامل معها بشكل عام بالتأكيد على كل موقف على حدة هناك بعض التصرفات والتدخلات الأنسب ولكن هذه ستعطيك طابع بشكل عام كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال والمراحقين الذين لديهم فرض حركة وتشتت انتباه أعطي التعليمات لهم بصوت واضح بشكل محسوس مختصر في أغلب الوقت أستغل أغلب وقت التركيز والانتباه الذي لديهم أن أدرك ما هي أو أتوقع أتوقع ما هي المواقف التي ستصدر من هؤلاء الأطفال جداول المكافآت والعقوبات أو المكافآت والعقوبات على التصرفات التي تصدر منهم وكذلك نستكمل هذه التعليمات الأساسية في هذه الجلسة وعبر هذه الشرائح نبدأ على بركة الله يجب أن يخضع الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه للمساءلة العامة بشكل أكبر عن سلوكهم ومدى تحقيقهم للهدف في كثير من الأحيان أكثر من الأطفال العاديين الضعف وظائف الدماغ المرتبطة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تؤدي إلى جعل سلوك الطفل أقل تنظيما وأقل مراقبة وإدراكا لتصرفاته وسلوكه مما هو الحال مع الأطفال العاديين إذن نحن دائما نخضع هؤلاء الأطفال للمساءلة والمتابعة على تصرفاتهم التي تصدر لديهم السبب وهو من أهم الأسباب التي لدينا وقمنا بشرحه وتفصيله في جلسات سابقة أن هؤلاء الأطفال بسبب مشاكل في الدماغ لديهم هنا نريد تحديد هذه النقطة لأهميتها مع هؤلاء الأطفال بشكل كبير الضعف في وظائف الدماغ المرتبطة بالطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه تؤدي إلى جعل سلوك الطفل أقل تنظيما وأقل مراقبة وإدراكا لتصرفاته وسلوكه مما هو الحال مع الأطفال العاديين إذن هو أقل مراقبة لتصرفاته وسلوكياته أقل تنظيما يعني هو أقل تنظيما وأقل مراقبة وإدراك لتصرفاته دائما نحن نتحدث ليس بسبب العناد أو أنه يريد أن يرفع ضغط الذي قدامه أي كان الذي أمامها الأم الأب المعلم الزميل لا هذا بسبب مشاكل في الدماغ دائما نتحدث خارج عن إرادته ضعف وظائف الدماغ المرتبطة باطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه و بالإمكان العودة لها في البداية الحديث عن فرط الحركة وتشتت الانتباه عن الجانب الجيني و عن وظائف الأعصاب والدماغ التي أحدثت له هذه المشاكل التي تسبب له في الأخير قلة إدراكه لسلوكياته و التصرفات التي تخرج منه و التي كذلك تجعله أقل تنظيما من بقية أقرانه الآخرين تحدثنا عن الدوبامين في حرمون الدوبامين في مشاكل ربط أجزاء المخ فيما بعضها البعض في مشاكل تحدثنا عن ربما خمسة أجزاء في الدماغ خمسة أجزاء من الدماغ فيها هذه المشاكل تقريبا تسبب له هذه المشاكل الخارجة عن إرادته الخارجة عن إرادته تتطلب معالجة هذا الضعف بإعطاء هذا الطفل المزيد من التوجيهات و التعليمات عن ما هو السلوك الصحيح المطلوب منه في العديد من المواقف و مراقبته بدقة من المعلمين و استخدام العواقب في كثير من الأحيان على طوال اليوم الدراسي من أجل السيطرة على السلوك و تحقيق الهدف إذن لأعالج هذا الضعف الذي لديه في إدراك سلوكياته و تصرفاته التي تخرج منه و تنظيمه و إدراكه لتنظيم وقته كذلك و مهامه يجب علي دائما استخدام المتابعة المستمرة و الدقيقة من الوالدين و من المعلمين داخل المدرسة و كذلك تتطلب مني وضع عواقب على التصرفات التي تخرج من هذا الطفل مكافآت على السلوكيات الإيجابية عقوبات على السلوكيات السلبية التي تصدر منه طوال فترة التعامل مع هذا الطفل و هو طفل في مرحلة ابتدائية و المتوسطة و مراهق يجب علي دائما أن أتابعه بشكل دوري دائما دائما يجب علي المتابعة معه و الاستمرار معه بشكل دوري بسبب هذا القصور الذي لديه مهم جدا معرفة و إدراك هذا القصور الذي لديه و لو خرجنا من هذه الجلسة بمعرفة أن هناك قصورا في وظائف الدماغ لهذا الطفل و المصابين بالطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه قصور لنحددها قصور في وظائف الدماغ تجعله أقل تنظيم أقل تنظيما لجميع شؤون حياته و كذلك أقل إدراكا لأسلوكيات و التصرفات التي تصدر منه هذه المشاكل في الدماغ إذن هل هي هذه السلوكيات و التصرفات عمدا تخرج منه؟ لا بالتأكيد هي بسبب هذه المشاكل في الدماغ أدت إلى هذه التصرفات إذن ما الذي يجب عليه فعله كذلك؟ ليس فقط المعرفة و أني علمت بسبب هذه التصرفات و أنها تخرج خارج عن إرادته هل أقول خلاص يعني هو كيد بسم الله عليه ما يقدر و هذا خارج عن إرادته و والله يعينه و نتحمل شوي هذه المشاكل لا يجب عليه و بالتأكيد كان الله في عون الأسرة كان الله في عون المعلم كان الله في عون هذا الطالب و الطفل الذي لديه طراب فرض حركة شتباه لكن يجب علي أن أتدخل لحل و تحسين و زيادة إدراك الطفل لنفسه و إدراكه للمواقف التي هو فيها و التصرفات إن كان صحيح إيجابي سلبي من خلال متابعة هذا الطفل لا بعد ما يقوم بي يجب علي أن أضع جداول لترتيب الأوقات و المهام التي عليها القيام بها جدول للتعليمات فيها التعليمات المطلوب منها القيام بها داخل الصف بعد ذلك أقوم بالمكافأة عند القيام بسلوك إيجابي العقاب عند قيامه بسلوك سلبي كل هذه مع بعضها البعض تساعد في الأخير على تحسين و تطوير السلوك و زيادة إدراك نحن تحدثنا عن مشاكل هذه المشاكل التي لديه في الدماغ تسبب له قلة في إدراك السلوكيات و التصرفات التي تخرج منه و كذلك جعله أقل تنظيم فأنا أحاول أجعلها أكثر تنظيم أكثر إدراكاً كذلك للسلوكيات التي تصدر منه من خلال المتابعة الدقيقة و كذلك العواقب التي تكون على هذا الطفل بسبب السلوكيات التي تصدر منه التدخلات السلوكية بالرغم من نجاحها تعمل فقط أثناء تطبيقها و تتطلب المراقبة و التعديل المستمر بمرور الوقت لتحقيق أقصى قدر من الفاعلية المتوقع في كثير من الأحيان هو أن يستجيب الطالب في البداية لبرامج و أساليب الإدارة الصفية و تعديل السلوك لكن مع مرور الوقت قد تتدهور الاستجابة مهم جداً ربما هذا الطفل لا تتوقع منها الاستجابة دائماً بالشكل الإيجابي و سأل بي ربما في هذا اليوم يجي معي منطلق متحمس و كأن هذا واحد ثاني غير الذي أنا أعرف و ربما يأتي في أيام أخرى أكثر كسلاً عدم اهتمام لا مبالاة تفقد هذه التعديلات و السلوكيات و المحفزات كذلك بشكل غير واضح أحياناً قيمتها يجب لكن علينا كما تحدثنا دائماً التعديل التغيير التطوير المرونة في تطبيقها في حالات أخرى قد يفشل برنامج السلوك في تعديل السلوك تماماً هذا لا يعني أن البرامج السلوكية لا تعمل إنما تشير هذه المشاكل إلى ضرورة تعديل البرنامج أحياناً ربما هذه البرامج في تعديل السلوك أرى أنها لا تعمل مع هذا الطفل و لكن ربما المشكلة لدي في هذا البرنامج الذي قمت بوضعه لهذا الطفل بمعنى لا يعني أن البرامج السلوكية لا تعمل مع هذا الطفل و إنما هذه المشكلة تدل على أنه يجب عليك تعديل البرنامج يجب علي أن أقوم بتعديل البرنامج الذي قمت بوضعه لهذا الطفل إما أن كانت هذه السلوكيات أكبر من مستوى الطالب أو لم أقم بتدريبه وتعويده على هذه السلوكيات التي أطلب منها القيام بها ربما لم أقم بوضع العواقب المناسبة على الأفعال بمعنى التعزيز أو عقوبة على التصرفات التي تصدر منه إذن الذي يجب عليه في هذه الحالة الانتباه إلى أين مكان الخلل في التطبيق مع هذا الطفل الذي لديه فرض حركة وتشتت الانتباه ومن المحتمل أن تكون إحدى المشاكل المتكررة والشائعة كما ذكرنا قبل قليل فقدان المكافآت لقيمتها وعدم تنفيذ الأساليب بشكل جيد ومستمر وعدم اعتماد الأسلوب المستخدم على تحديد أو تحليل للعوامل والأسباب التي سببت فشل الأسلوب المستخدم إذن ربما في الغالب لنقول في الغالب وليس دائما ولكن في الغالب أن المكافآت العواقب التي يحصل عليها هذا الطفل نتيجة السلوكيات التي تصدر منه غير محفزة لهذا الطفل لا تتناسب مع هذا الطفل الذي لديه فرض حركة وتشتت الانتباه أو ربما كانت في البداية مناسبة جدا وأصبح حماس لدى هذا الطفل لكنها مع الوقت كما ذكرنا في الجلسة السابقة فقدت قيمتها فقدت القيمة والأهمية التي لها قلنا مثلا كلما طولت الفترة وتحدثنا عنه إذا كان فترة طويلة لم يقم بالذهاب إلى مثلا كشت في البر سنة ما كشت في البر بعدين قلنا له الأسبوع هذا بنكشت عندما تقوم بأداء هذه المهام المطلوبة يتحمس خلال هذا الأسبوع كامل الأسبوع الثاني بنكشت مرة ثانية يتحمس الأسبوع الثالث يتحمس لكن بعد ذلك خلاص فقد أهميته كشت اللي بعده كشت كشت فقد هذا المعزز قيمته بالتالي برنامج تعديل السلوك كامل فقد القيمة فقد الأهمية فشل فيجب عليه دائما تحليل قبل أن أحكم على البرنامج والتطبيق ربما يفشل بسبب بعض التطبيقات الخاطئة فيه أو أن السلوكيات غير متناسبة مع هذا الطفل ولكن علي دائما أن أقوم بتحليل البرنامج الذي قمت بتقديمه وأين مكمن الخلل؟ في كثير من الأحيان يكون الخلل في المكافآت والعقوبات التي يتلقاها هذا التلميذ والطفل الذي لديه فرض حركة وتشت تنتباه يتلقى مكافآت ومعززات لكن في الأخير فقدت القيمة والأهمية بالنسبة له إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذه الجلسة ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله دنتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر